منا من المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية هنروح ونفتح نافذة على مدينة العبور علشان يعني ده من خلال طبعا زملتنا جيرمين إبراهيم اللي موجودة هناك عشان نعرف ونتابع معاها آخر التطورات الخاصة بالمشروعات السكنية اللي بتتم سواء كانت سكن مصر أو الإسكان الاجتماعي وغيره من المشروعات والدفعات الجديدة بقى اللي هيتم تسلمها النهاردة للمستفيدين من مشروع سكن مصر تحديدا نتفضل يا جيرمين صباح الخير يا أحمد وصباح الخير يا منا وصباح الخير على مشاهدي صباح الخير يا مصر في كل مكان زي ما قلت يا أحمد احنا موجودين في مدينة العبور الجديدة وهي واحدة من مدن الجير الرابعة اللي بتقدم أحدث التقنيات والمعايير العالمية وهي موجودة بالتحديد عند الكيلو 26 من طريق مصر الإسماعيلية بالقرب من عدد من الطرق الحيوية اللي بتربطها بالقاهرة من ناحية وبمدن القناة من ناحية تانية واحنا موجودين بالتزامن مع تسليم وحدات جديدة من مشروع سكن مصر وعشان نعرف تفاصيل أكتر معنا المهندس أحمد إسماعيل وهو نائب رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة صباح الخير برحب بحضرتك يعني في البداية لو نعرف الناس كده بشكل سريع عن مدينة العبور الجديدة مدينة العبور الجديدة هي إحدى مدن الجيل الرابع التي انشأت بالقرار الجمهوري رقم 249 لعام 2016 على مساحة 60 ألف فدان تقريبا لها موقع متميز يحدها شرقا طريق الدائر الإقليمي ومدينة العاشم مرمضان ويحدها غربا الطريق الدائر الأوسطي ومدينة العبور وفي الجنوب طريق مصر سمعالية الصحراوي على الكيلو 26 زي محاضرتك قلت في بداية الكلام وحدها من الشمال طريق القاهرة بالبيس الصحراوي موقع متميز ما بين مدن شرق القاهرة على بعد 30 دقيقة بالضبط من العاصمة الإدارية الجديدة موقع متميز جعلها في إحدى المدن لها جذب عالي جدا في السكان لو تكلمنا بقى عن فكرة تسليم وحدات سكنية جديدة من مشروع سكنة مصر التفاصيل الوحدات دي وعددها إحنا دلوقتي في مشروع سكن مصر مشروع سكن مصر يعني باختصار هو مشروع سكني راقي عبارة عن تجمع سكني يحاط بصور شجري تتكون فيه الوحدات من مساحات 107 متر إلى 118 متر عدد الوحدات اللي في المدينة هنا 3120 وحدة إحنا بالفعل أنهينا من عدد 2040 وحدة وسلمنا ما يقرب من 1200 وحدة وفي المرحلة اللي إحنا فيها دلوقتي الشهر اللي إحنا فيه دلوقتي وشهر الجاي إن شاء الله بنسلم فيه عدد 240 وحدة ضمن الإعلان الجديد في وحدات سكن مصر في الخدمات اللي موجودة في سكن مصر سواء داخل السكن أو حتى في محيط في مدينة العبور الجديدة بشكل عام إحنا حرسين في مدينة العبور الجديدة في كل مشاريعنا المتنوعة في الإسكان إن يكون جميع الخدمات متاحة للمواطن بداية من الخدمات التعليمية إحنا عندنا هنا 8 مدارس فيه 6 مدارس تم الانتقام تنفذهم بالفعل وفيه 4 مدارس تم تشغيلهم في المنطقة المحيطة للتجمع السكن اللي إحنا موجودين فيه دلوقتي عندنا 6 حضنات جارية تنفذهم فيه 2 بالفعل انتهوا منهم وفيه 1 منهم جارية تسليمها دلوقتي عندنا 13 مول تجاري منهم 1 في المنطقة اللي إحنا فيها دلوقتي وال12 الباقيين في المنطقة المحيطة عندنا عدد 4 مراكز طبية فيه 2 تم الانتقام منهم بالفعل وفيه 1 تم تسليمه لوزارة الصحة وتم تشغيل بالفعل حرسين ان كل الخدمات تكون متاحة للمواطن بحيث انه يسكن وحدته بجانب كل الخدمات اللي يكون محتاجة ان شاء الله نتكلم انه مدينة العبور الجديدة هي واحدة من مدن الجيل الرابع نقصد ايه بالجيل الرابع وايه اللي بيخليها من مدن الجيل الرابع مدن الجيل الرابع هو استخدام الوسائل والتقنية والتكنولوجيا لراحة المواطن وتحقيق رفاهية عالية في المواطن في استخدامه في المدينة بداية من العددات الزاكية طريقة دفع الفواتير الانترنت فائق السرعة جميع المرافق والبنية التحتية وطريقة استخدامه لها وطريقة تشغيله لها كلها تعتمد على التقنية العالية وعلى التكنولوجيا اللي تسهل على المواطن استخدامه لجميع الوسائل والمرافق اللي موجودة في المدينة لجال المشروع سكن مصر نتكلم برضو عن أبرز المشروعات اللي بيتم تنفيذها بالتوازي مع المشروع مدينة العبوري الجديدة فيها استثمارات حاليا للعام 2021-2022 تصل إلى 6 مليار جنيه احنا عندنا مشروعات اسكان متنوعة ما بين الاسكان الاجتماعي عندنا 57 ألف وحدة اسكان الاجتماعي في المدينة في عدد أربع أحياء جارية تنفيذهم عندنا 22 ألف وحدة تم الانتاء بالفعل من تنفيذهم وتسليم ما يقرب من 18 ألف وحدة سكنية في المدينة من وحدات الاسكان الاجتماعي عندنا نموذج تاني من نموذج الاسكان اللي هو نموذج الطابع الحديث نموذج أحد النماذج للاسكان الراكي عندنا منه 78 عمارة جاء للإنتاء من تنفيذهم عندنا نموذج تاني اللي هو نموذج سكن مصر اللي احنا موجودين فيه دلوقتي اللي احنا بدأنا نسلم فيه حاليا عندنا نموذج تاني من نموذج الإسكان اللي هو إسكان بديل المناطق الغير أمينة أو بديل العشوائيات زي ما بيسموه عندنا 96 عمارة عدد 3500 واحدة سكنية جاء للإنتاء من تنفيذهم بالحاجة الـ 14 في المدينة أنا مش حاجة جدا على كل التفاصيل دي وعلى وجودك معينا يعني مننا وأحمد دا كان لقائنا مع المهندس أحمد إسماعيل نائب رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة قدرنا نعرف تفاصيل تسليم وحدات سكنية جديدة في مشروع سكن مصر إلى جانب كمان مشروعات بتتم داخل مدينة من مدن الجيل الرابع وهي مدينة العبور الجديدة برجع لكم مرة تانية في الاستوديو من مدينة العبور الجديدة جرمين إبراهيم بنشكرك على وجودك معنا في صباح الخير يا مصر وطبعا الشكر موصول لضيفك الكريم